السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة يا Lila faomaya بارك الله فيك جارك الاعجاب بالفيديو والاشتراك ايها Lila cueva اهله بارك الله الاعجاب بالفيديو الجارك اللا يحبك على الدعوة نطل serving اللا يحبك عليك عندي بزended المساكيل مركز كيفة بارك شارك انا دار معك كانت لسكا على سنة خصني بغا نقول. وبدل لي الناس كثار مني الحالة ديالس ومكثار مني ذاك شايز ما قيش قادر واني سبلك وقتك بزاف. معديرة اختي فاطيما معديرة للاس. ماشي مشكي الله يكبر برضيك والله كتر خيارك بزاف ودير فينا خيارك كبير. استغفرو الله استغفرو الله العظيم. بيتك تدعمها يا عفاك ومع وليداتي وعادنا العكس بزاف وعادنا بزاف كليعك وعكوسات لف الرزاق لف اي حاجة. فاش مادر ما فاش مادر في ايدي ما كتصدقتها شي حاجة. حاجة ما كيتسخر في الله. ورغم اني كل شي دك سيلي كتبوله كله كنديره بالحرس كنطبقه. لا الى هيدا. لا الدعاء ولا اي حاجة. لا الى هيدا. مهم ابسط الحاجة كان عندي في المساكة في اي حاجة اي حاجة في الدنيا كان حط في ايدي من ساكس. تغطف من ذاك شي ديال ادي الرزق. عندي في العكس بلا قياس. يا رب يا كريم. الله. الله يحفظك يا رب يا كريم. الله يسهل امرك الله. يا رحمان يا رحيم. يقدرك على المهمة اللي يقدر في نحنا كنا نوضح منك الولدين. شكرا. الله يفرج عليكم. الله يفرج عليكم يا رب يا كريم شكرا لك. في لان يوم الجمعة صباحا. يكون عدد دين ناس كي يجونا عندنا الادعاء. تلاتين اربعين نفر. مشاكل كثيرة جدا. ولكن ربي سبحانه وتعالى ميسر. ربي ميسر. على الأسباب. والله تعالى هو رب الأسباب. سبحانه. اللي در توكله على الله تعالى. ربي يرزق بالأسباب. ويرزق بلا أسباب. بل ويرزق ضد الأسباب. لنا فاطمة. عقلت عليك من مجموعة الناس كتحزينة والنظرة ديالك. كتحكس أهم كبير في قلبك. لكن أبشري يا فاطمة. فإن لنا رب اسمه الرحمن الرحيم الودود. هاتش اللي يوقع عليك من عقوسات. أو من موانع انت يا ولداتك. هات العقوسات كيكونوا إما الإنسان. كيقدر يكون محسود. فإن كل ذي نعمة محسود. وكي المنظور. المنظور تتعقبه النظارات. راه ومشى. راه ودار. راه شركادة. وكتكون دائما هذه الله. فالإنسان كي حرص أول حاجة. أنه يستعين على قضاء حوائجه بالكتمان. إنسان من اللي يبغي دير واحد العمال. شرى ملابيس. شرى سيارة. شرى شقة جديدة. دار واحد الإنجاز. كلي كيبقى يقولوا بزاف. والناس كيقولوا تبارك الله ما شاء الله. ولكن الناس آخرين كيقولوا هاش. فكيتصاب الإنسان بالنوع من الحسد. من طرف بعض الأغيار. وكي الله يحفظنا وإياكم كيكون منظور. شكله منظور. فيما مشى الأنظار متجهة إليه. هذا يحسن نفسه. ليش فرصه منظور. كي بعض البنات بعض العائلات. عندهم السمت الحسن. كيكون جميل في صورة دياله. فيما مشى كيتلقى الأنظار متجهة إليه. هذا يجب أن يزيد فلادوز ديال التحصين. على الأقل يقرى في الصباح وفي المساء. الإخلاص والمعودتين ثلاثة مرات. حتى هو منظور. شحال ديال الفتيات بنت العائلات. كيتلقى البنية فخرة. وجميلة. دار ستاشر عام سبتاشر عام. داروا مفرحانين بيها. شو بتنكي ديرها. كدوز واحد ثلاثة يام ربع أيام. أسبوع أسبوعين كتمرد. كيدوها للطبيب. فالطبيب ما كعرف لها. كيبقى يتنقل من طبيب للطبيب. حتى كيتمشي النغولوج من النغولوج. كيتمشي لواحد بسيكياتر. كيتمشي عنده واحد خورة. دير كادة. كيتم قد تنقل من مكان مكان. فكيحتاروا. وهي الدرية مشكلتها أنها منظورة. منظورة جميلة. هذا الجمال اللي اعطاها ربي سبحانه وتعالى. لابد أن تحصنه. لابد أن تحصن نفسها. بقراءة الإخلاص والمعودتين. ثلاثة مرات في الصباح والمساء. وكذلك الشباب. كين الشاب الذكر. عنده عشرين عام واحد وعشرين عام. زيان تبارك الله. طوال ودر اللحياه. ولا حسن من ابه. ولا منظور راه وفلم. حتى كيوقع عليه انقلاف الحياة دياله. إما الدرسة كتتوقف. كم من الشباب كنعرفهم. دخل كلية الطب. السنة الثانية والثالثة ويتوقف. وقع عليه بلوكاج كامل. من الطفولة وكينجحوا اللول. جد السنة الثالثة أو الثانية كلية الطب. وقع عليه بلوكاج كامل. ولا عياده بالله. علاش انه منظور جميل. وناجح وبشوش. ولكن غير محصن. وكلي كيوقع عليه بلوكاج إما أنه مباشي يقرأ. ولا عاد كين حرف. عاد كيمشي المخدرات والتدخين والفتيات. ولا إما كي حماق والعياده بالله. وكين اللي يسترنو إياكم في التجارة دياله. غادي كي يربحوا غادي كيفيد. واحد اللحظة. ادخلوا واحد صفقة. كانت غير مربحة. تعرض الخيات الأمانة. وقع عليه سيزي كامل. بشيلي كل شي والعياده بالله. علاش منظور. منظور فلان روى. فخصنا لابد نحصن أنفسنا. اللي شاف رسو بأنه عاطل العين. وأن الناس حوله. قل منه في الجمال. قل منه في المال. قل منه في الحضوة. فيعربي أنه منظور. وحصن نفسك. كيف أحصن نفسي؟ أقل شي. نقرأ. قل هو الله أحد. وقل أعود برب الفلق. وقل أعود برب الناس. ثلاث مرات. في الصباح وفي المساء. وربنا يحفظ. ويستر. ثم بعد ذلك. أشخص ندير. باش نحيد العكوسة والموانع. خصنا ندخل في ذكر الله. للا فاطمة. باش ممكن نحيد العكوسة والموانع. ونجيب. ما يسمى بالحض السعيد. هناك الحض السعيد. كاللي محدود. كاللي تبرك الله. فيما غيرك يربح. ربح وراء ربح. وما يوقع له والو. تشكون هادو. هادو الذين واضبوا على الذكر. الذكر كنقلوا باللسان. وكنقلوا بالقلب. وكنقلوا بالوجدان. وكنقلوا بالمخ والعقل والفكر. الذكر أشكال وألوان. كاللي كيدكر الله غامل اللسان. بحالك يحسب. كيحسب سبحان الله الحمد لله. لا لا يلا ركب. كيحسب. ما شهل حساب. الله تعالى ابن مسعود رضي الله عنه. القبعة الصحابة كيحسبوه. كيدكر الله وشدين الحجار كيحسبو به. قال لهم يا هؤلاء. لقد أيقنت أن الله تعالى لن يضيع عليكم حسنتكم. لما تحسب. الله تعالى لن يضيع عليكم حسنتكم. اذكر الله تعالى بلا حساب. لأنه يرزق بلا حساب. اذكره بالقلب والعقل والوجدان والفكر. وخير الذكر. بعد لا إله إلا الله. هو الذكر بالصلاة على مولانا رسول الله. إنسان يواضب عليها لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر هذا ركي يفتح الأبواب. ركي يزلزل. عادي ما معناه كلمة لا إله إلا الله. كنقولها بالصباح وفي المساء. غادي في الطريق وكنقول لا إله إلا الله. غادي الخدمة. وعندك شيء باترون صعيب. عندك شيء مسؤول اللي هو يحكر. وخيف منه. قول هذه الكلمة لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. غادي تلقى مع الباترون غادي سلم عليك بحياء. غادي سلم عليك باحترام. غادي سلم عليك بمودة. هذه القوة اللي فيه. غادي كلها حياء ومودة. أي حاجة خيف منه غادي للمحكامة. وعندك قضية خطيرة في المحكامة. وعندك الوكيل والنياب العمى. والمحامي غا يقول لك كلام. والمشاكين وانت يا درويش. وبغي غير السهلة. وخيف أشغل دير. قول هذه الكلمة. لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. وسير دخل المحكامة وتشوف. غادي لقى بأن الكل شيء ميستر لك. وكل شيء حاجة مقضية. وسير هكذا. لكن لا إله إلا الله. بشي غا نقول هذه اللحظة. بش تفاعل معي إجابا. خسي قنقولها في أوقات الرخاء. ده بالآن ما عندي لا مشكل. لا مطمع لا هم لغم. غنقولها الآن في الرخاء. كنقولها ونعودها ونقولها ونعودها. كنعمر بها قلبي ونعمر بها إحساسي ووجداني. وسترى عجائب قدرة الله تعالى. أرى الدفاع. أرى كل وحدة فيهم. فيها جنود الرحمن. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله يتجربنا مع أونس كوتور. وما شاء الله كتشوف تجليات. وكتشوف كرامات. وكتشوف خيرات. وكتشوف باركات. ثم نصلي على النبي الحبيب المختار. الصالة على النبي كتر مننا كتر منها. ربي سبحانه وتعالى كي أعطيك القابول. مش هكي يفتح لك الأبواب. كي أعطيك القابول. كي ينضك المسؤول من المقعد دياله. ويصاب حك ويسلم عليك. وكي يقول لك ما عرفش تدخلتي لخاطري. جيتيني كتشبه لواحد خيالي الله يرحمه. ولكتشبه لواحد جدي الله يوليه برحمته الله. ولكتشبه لواحد الوليه اللي كان عندنا توحش له في الصور. شي حاجة هكوكي ربي يقضيفها في القلوب. أسرار ربانية. دائما اختفاطي مع نكتير. إلا كاليسك يذكر الله تعالى وبقي ربي محتاش. اش كي تسمى هذا المقام؟ هذا كي تسمى مقام انتظار الفرج. وده مقام عظيم. لا يبلغه إلا من أراد الله تعالى أن يكون وليا من أوليائه. بعض الناس كتلقى كدير جميع الأسباب. كي يقول لك صليت وصمت واذكرت الله وفعلت وبقي مازال مطاني ربي والو. كنقول له طوبة لك. انت غدف واحد سياق كيتسمى مقام أهلي انتظار الفرج. هذا ما كي يعطي الله لأي كان. حتى اليوم ضعفة الإيمان كيدعي الله. اليوم وغدكي هو لي هكا. ضعفة الإيمان لقد الحال بحنة. كي يقول لي الله هكا. لكن اليوم عندهم قوة الإيمان واليقين والجلد والصبر. ربي يباهي بهم الملائكة. يقول يا ملائكة انظروا إلى عبادها مذكروني. ودروا الأسباب. وبقي ما اعطيتهمش. انهم ينتظرون الفرج. هؤلاء هم لكي تخرجوا أولياء. تسمعوا الأولياء أولياء الله الصالحين. كين أولياء الله الصالحين. ربي يذكرون في القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالنا أربونا عز وجل في الحديد القدسي. عندكم تآدوا الأولياء. ألا من عاد لي وليا فقد آدنته بالحرب. هذه الأولياء بس صعروا أولياء. أرى بحالهم. بحالهم. هما زلين علينا بوحدة مهمة. هو أنهم تعرضوا للبلاء. وتعرضوا للشدائد. فذكروا الله. بالليل والنهار. وبكوا بين يديه. ورب ما استجبش لهم. طول عليهم الانتظار. فقط. هذا هو الفرق من عموم الناس. اللي هما يبحانا. وبين أولياء الله الصالحين. الله تعالى. أعطاهم البلاء الشديد. وطول لهم الانتظار. فلم يشعروا بالضيق. ولم يقولوا. بل قالوا يا ربنا. يكفينا أنك ألهمتنا الدكر. يكفينا أنك ألهمتنا الصواب. الله تعالى يباهي بهم الملائكة. يباهي بهم الملائكة. حتى إذا جاء يوم من الأيام. الله جل جلاله. سبحانه وتعالى. يغضق عليهم من الخيرات والبركات. فيجعلهم أولياءه. ألا إن أولياء الله. لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون. فعلينا أيها الأحبة الكرام. أننا نتمسك بهذا الانتظار للفرج. وربي سبحانه وتعالى. يفرج عليك للا فاطمة. الله يفرج عليك وعلى وليداتك. وعلى بنياتك. وعلى جميع أفراد الأسرة. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. وكنت ذكر بأن بعض الإخوة بعثمنا برسائل من الأخت إيمان من كذا. من الدار البيضاء. كتقول بأنها تعرضت للطلاق. وزوجها احتال. ومنعها من النفقة. هي الآن تعيش في وضعي صعبة للغاية. مع طفليها. وشفت رأسها بأنها. المسلك دي القضاء. ما غير يجيبش للنتيجة. فكتقول. طلبوا لي الله تعالى. يبدلني بعمل. لا لا إيمان. ربي منك يسد واحد الباب. رأي يفتح لك أبواب أخرى. الناس اليوم ما عندهم قضايا في المحاكم. وكيمشون يدرون محامين. وكيمشون القضاة. وكيمشون تحايل في الأحكام. وما يعطوكش حقك. لم تقصد دعمها راسك. ما عطاش ليك الله يسامح. علاش؟ لأن أبواب الرزق كثيرة ومتعددة. والرزق اللي غير يجيب الدموع. والرزق اللي غير يجيب الأهات. ما في خير. خسر الرزق يجيب الخاطر. لكن يعطيك النفقة وبالتحايل وبالمكأب. ليش؟ الله يربح. الله تعالى اسمه الرزق. هو يفتح لنا أبواب أخرى للرزق. فللا إيمان. الله يفتح لك أبواب أخرى من الرزق الحلال. وأسأل الله تعالى أن يهبك عملا يكون قارا ومناسبا في القريب العاجل. الله يسهل عليك الأمور ويفتح لك أبواب تسير بفضله وجوده وكرمه. أخونا محمد من إقليم الحسيمة. قادم إلى الضال البيضاك. يقلب على العلاج غير العملية الجرحية على عينيه. وهو فقير محتاج. وكيسأل السادة المستمعين بأنه قاد من الحسيمة. وجيب خاوي وجل الضال البيضاك. يقلب على ملجأ. اللهم يا رب شافه وعافه. اللهم رزق الشفاء العجل. يا رب إنك اسمك الرزاق ذو القوة المتين. اللهم ارزقوا رزقا واسعا. وسخر له أهل الفضل والخير. يكونون معه ويأخذون بيده. يا رب إنه ترك أولاده وأحبابه وجرانه في وحشته. اللهم يا رب تكفل بهم. وكم لهم وليا ونصيرا. آمين آمين يا رب. وكنقوا الأحباب الكرام. أي واحد شي حاجة خاصة. الله سبحانه وتعالى كفيله. الله سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي ولا يأبه لشيء. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نكتر من ذكره. ونقول يا الله يا الله. سبحانك 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 سبحانك. توكلنا عليك. توكلنا على الحي الذي لا يموت. توكلنا على الحي الذي لم يتخذ ولدا. ولم يكن له شريك في الملك. ولم يكن له ولي من الدل. وكبره تكبيرا. دائما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوقين. حسبنا الرازق من المرزقين. حسبنا الذي وحسبنا. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو. عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. سبحانك سبحانك يا الله يا الله يا الله كنت وتكون حيا لا تموت ولا تنام تنام العيون وتنكذر النجوم وأنت يا رب سبحانك حي قيوم لا تاخدك سنة ولا نوم اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلعا على السرائر والضمائر سبحانك لا يعزب عنك شيء نسألك اللهم فيضة من فيضان فضلك وقبضة من نور سلطانك ونسألك يا مولنا أنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك مقالد الأمور كلها سبحانك فإنك واسع الكرم وكثير الجود وحسن الشيام يا ربنا إننا عبادك الضعفاء الفقراء المرضى ببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون اللهم عجل لنا بالفرج يا رب عجل لنا بالفرج نسألك اللهم فرجا قريبا وصبرا جميلة ونسألك اللهم العافية ونسألك اللهم الغين عن الناس يا رحمان لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا منجز الوعيد يا من هو كل يوم في أمر جديد أخرجنا يا مولانا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ندفع مال نطيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا فارج الهم ويكاشف الغم فرج همومنا يسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حينتنا وارزقنا يا ربنا رزقا واسع وارزقنا من حيث لا نحتسب يا حنان يا الجلال والإكرام يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج وطوب أيها الأحباب طوبة لمن طال انتظار فرجه ليبقى كيدعي الله تعالى كيدعي كيدعي ورب يحبه كيقول لي هاكاش بغيتي ولكن لي كيبقى يدعي ويعاود يدعي ورب بقي معطاش ما معناه أن الله تعالى يتباهى به بين ملائكة السماء ويقول يا ملائكة انظروا إلى عبدي انظروا إلى أمتي كيدعوني بالليل وبالنهار وبقي معطيتهمش ولم يملوا ولم يكلوا ولم يولوا وجههم عني فربنا يقول يفتخر يفتخر حتى إذا أعطاهم أعطاءا كريما واشتباهم إليه وجعلهم من أوليائه وخاصته والحمد لله الصالحين كانوا أيام زمان يقول لك شوف أنا ما خصني والو يقول لك أش خصك ما خصني والو أنا عندي الله اللي عند الله عنده كل شيء ما خصني لا الظهر ولا الطمبيل ولا منصيب ولا جاه ولا تعويضات ولا كلام حسن من الناس ولا تناء ولا أي شيء عندي كل شيء ماذا عندك عندي الله وكانوا المغاربة أيام زمان كانوا يخرجوك يفرح وتلقى فرحان وساعدك يقول لك أسعدي عندي الله أفرحي عندي الله وبهذا الكلمة الطيبة نختم حلقتنا وأسأل الله تعالى أن يجعلوا إياكم من أهله وخاصته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة